اشتركوا في القناة وفي اليوم السابق له ذلك اليوم راح للمقبرة واشترا قبرين بعد ذلك اعرف واحد الى واحد لزوجته لما اخرج اولادهم كبار اجي ذبح زوجته بعدين هم علق نفسه حتى يذبح نفسه ولكن صدفة صارت اولادهم اجوا كذا دخلوا البيت شافوا الباب مغلق دخلوا البيت من فوق من وين شافوا معلق نزلوا بعدين بيروح ما مات المرأة اخذوها للقبر والرجل اخذوها للسجن قبل ايام شفت ام عدها ولد عمره ست سنوات ولد بالسكين ذبحت ولدها مغلق هذا في شهر رمضان هذا من شنو يصير الغضب ما يضبط يصل الى هذه المرأة ام تذبح بالسكين ولده ونتيجة الغضب ولد عمره ست سنوات الغضب يدخل الانسان في شقاء الدنيا والآخر يدخل الانسان النار نعوذ بالله في الآخرة الانسان لازم يكون الغضب تحت امره مو هو يصيب تحت امر الغضب هذه بحاجة الى ثلاثة امور اولا الدعاء قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاكم سيدعوا اله يعني اله يوفقني لا خليني أستطيع أنه أمسك غضبي شيء الثاني التوسل بأهل البيت عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم وابتغوا إليه الوسيلة لسان يتوسل برسول الله بفاطمة الزهراء بأمير المؤمنين بالحسن والحسين بالبقية الأئمة الأطهار صلى الله عليه وسلم بمولانا بقية الله عجل الله فرجه الشريف يتوسل بهم مو مسألة صغيرة مسألة مهمة جدا الأمر الثالث يعزم عزيمة عزيمة تصميم على قول الإمام الكاظم صلى الله عليه وسلم هذا كما في المأثور عنه إنما هي عزمة تاء للمبالغة يعني عزمة أكيد يصمم على أن لا يغضب إذا صمم إذا عزم عود في كل مئة مرة أفرض خمس مرات يغضب إذا غضب لا يشتد لا يتمادى به الغضب إلى أن يصنع المنقبقات الأظام دعاء توسل عزم صحيفة أعماله في يوم القيامة تكون نقاط الغضب في هذه الصحيفة أقل نقاط الغضب متجر به إلى نعوذ بالله نار أعدها الله سبحانه وتعالى للظالمين في الحديث الشريف في آخر الزمان إذا رجل أو امرأة إذا شخص يموت والملائكة يشوفون صحيفته بيضاء صحيفته جيدة مبقات ما به الملائكة يتعجبون يشوفون هذا شلون صار استثناء هذه المرأة شلون صارت استثناء شلون عبر هذه السنوات خمسين سنة ستين سنة أربعين سنة ثلاثين سنة سبعين سنة أكثر أكثر أقال شلون قدر يتخلص من أسباب التخلص أن يملك الإنسان غضبه شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة